صباح الخير متابعنا الكرام. اهلا وسهلا بكم. فيديو جديد النهاردة سبب وعشرين اكتوبر الفين ثلاثة وعشرين. اولا جمعة مباركة عليكم جميعا. وخلينا نبدأ مع تحليل نهاية الاسبوع. نبدأ مع اليورو مقامل دولار امريكي ونشوف وصل لحد فين من بداية التحليل الاسبوعي. كنا اتكلمنا ان هو هيستمر صعوده اكتر من كده. يصل الى هذه المنطقة. وبالفعل هو اتعدها شوية مع قرارات البنك المركزي الاوروبي مؤخرا. ويبدأ مرة اخرى في الغبوط القوي. تعالوا نستخدم الفابوناتش كده ونشوف احنا وقفين فين بالزبط من الموجة دي. نلاحظ هنا ان هو كسر المنطقة دي كده ويعني قبل المقاومة السابقة بشوية بدأ ان هو ينزل. يعني كان افضل مكان للبيع عند منطقة الواحد فاصل سفر سبعة خمسين هو ما وصلش للمنطقة دي. ممكن يكون في فرصة تانية بتتكون وشيكة. يعني عند الواحد فاصل صفر اربعة تسعين تقريبا واحد فاصل صفر اربعة خمسين. المنطقة دي اعتقد ممكن تكون جيدة جدا للشراء بس ينزل تحت شوية كده يريح شوية وبعدها نبدأ ان احنا آآ ندخل تاني السوق ان شاء الله. بس زي ما قلت في المقام الاول لازم الزوج يصل الى هذا المستوى عشان يقدر ناخد آآ خطوة ونفهم طبيعة الحركة وعملت ازاي. لكن دلوقتي خلانا نقول ان احنا لو رسمنا آآ قناة سعرية ولها حد يقول له حد سفلي فهو في المنتصف الآن. فهذا الامر شوية محير. تعالوا بعد كده انتقل الاسترليني. الاسترليني يعني هو واضح افضل من اليورو. عندي هنا منطقة الواحد فاصل عشرين سبعين الى واحد فاصل عشرين يعني خلانا قول خمسين. تمام منطقة التحت دي كلها جهيرة جدا للشراء. هنا يرتطم ثم صعود الى الواحد فاصل واحد وعشرين آآ خلان نقول مسلا تسعين والواحد فاصل اتنين وعشرين ده يبقى بتاع الشراء. بس لازم يريح تحت شوية عشان نقدر اننا نمسك الزوج من بداية آآ الحركة من الاسفل من الواحد فاصل عشرين خمسين تقريبا. هتبقى افضل منطقة للدخول آآ الشراء. آآ تعالوا بعد كده نبص برضو على الليرة التركية مع رفع الفايدة بالامس يوم الجمعة آآ يوم الخميس آآ عفوا آآ رفعوا الفايدة في تركيا ولكن السوق ما تأسرش قوي بهذا آآ يعني آآ الرفع زي احنا شايفين كده لسه برضو داخل بتاعه ما فيش اي تحرك آآ قوي وكأن الاسواق او الناس كلها خلاص بيتفاهمة سياسة آآ حفيظة آآ اركان ووزير المالية وخلاص هما فهموا ان هم بيحاولوا آآ يتابعوا النظام التقليدي في آآ خفض التضخم اللي هو اي رفع الفايدة آآ وصلنا دلوقتي الارقام عالية جدا يعني آآ المفترض ان هو يقلل الفجوة ما بين التضخم ورقم الفايدة عشان يوصل بالامر الى آآ خفض التضخم ويكون فيه فايدة اي جابيل الى اللحظة الفايدة سلبية الفايدة سلبية يعني ايه يعني اللي بيحط فلوس في بنك تمام آآ مفيش فايدة عليها بياخدها هو الفايدة دي فايدة بس من جرد اسم كده لكن آآ لكن اللي حاصل فعليا ان مفيش آآ حقيقة حقيقة بقى ورق الفايدة دي يعني الاسعار عمالة ترتفع والفايدة منخفضة عن رقم التضخم فبالتالي العائد النهائي او العائد الحقيقي في النهاية بيبقى آآ بالسالب فبالتالي ما مفيش عائد عليها فهو بيحاول يرفع الفايدة عشان يصل الى رقم التضخم وآآ يبدأ من هناك بقى ايه يتخذ قرارات اخرى تجديدية عشان يعني ينزل رقم التضخم وبعدها مفترض لما يصل الى مستهدف بتاعه بتاع الطبيعي انه بقى التضخم وانخفض يبدأ انه هو من هناك بقى ايه ينزل الفايدة تاني بس الى الان زي ما قلت الامور تعتبر الى حد كبير جدا الثبات الثبات في حد ذاته يعتبر آآ شيء ايجابي آآ بالنسبة لليرا التركية فانا اعتقد آآ ممكن نشوف شوية برضو غبوط لليرا مقابل الدولار يعني الدولار يرتفع ممكن نصل الى التسعة وعشرين او التمانية وعشرين سبعة وتسعين قريبا باستمرار التداول اعلى مستويات السبعة وعشرين ونص نبص برضو على الذهب الذهب هنا عند الالف وتسعمية خمسة وتمانين دي منطقة مفترض انها بيع بس عينك على المنطقة دي عشان الاغلاق على هذه المنطقة هياخدنا لمستويات الالفين والالفين آآ عشرين والالفين اربعين تقريبا فعينك على الالف وتسعمية خمسة وتمانين بشكل ما ابدأي تحت منها هبوط ما اقدرش اا اا اكدلك آآ الهبوط دلوقتي بس عينك زي ما قلت على المستوى ده عايز بقى انت ممكن تدخل وقفك يكون فوق الخمسة وتمانين بس ممكن نطلع للالفين يعني ممكن نطلع الالفين واتنين ده يكون الوقف بتاعك ومستهدفك ممكن يكون عند آآ الف وتسعمية خمسة وخمسين حاجة انك تخاطر بالنوعة ديت ما فيش مشكلة مش غلط مش غلط المنطقة تعتبر يعني فنيا جيدة بس مع وجود اي يعني اي تصاعد في اللي حاصل دلوقتي في الشرق الاوسط لا الموضوع وحيتقزم اكتر وبالتالي هتلاقي ان الدهب بيصعد وملاكش دعوة دلوقتي بان الدولار يطلع او ينزل لا انا عايز اقول لك ان العلاقة بينهم دلوقتي ممكن تكون الدهب بيطلع والدولار بيطلع كمان لهم هما الاتنين الناس بتتجه لهم اكتر دلوقتي آآ في حالة الازمات الدولار دلوقتي بقى يعني يعتبر آآ ما لاز امن لبعض الناس في الوقت الحالي في الفيز او اللي احنا فيها دلوقتي تيت هو بيطلع ما لاز امن فبالتالي ما فيش بينهم علاقة آآ عكسية لا العلاقة دلوقتي وما يتنين ماشيين مع بعض. فزي ما قلت كده ده سنريم متوقع للدهب. تعالوا برضو نبص سريعا على آآ اليورو آآ استرليني هنا. الممطقة دي كده يا جماعة عندي هنا الممطقة اللي فوق دي صفر فاصل تمانية سبعة اربعين. انا شايف اسفل منها هبوط يعمل اختبار لخط الاتجاه الهابط المكسور. وعدها ممكن يرجع كامل صعود تاني بس تعامل مع هذه الصفقة آآ بحذر شوية. آآ احذر تداول يوم الجمعة او تداول بحذر ايام الجمعة آآ اغلاقات الاسواق وبالتالي ممكن آآ تلاقي في تحركات عنيفة مرة واحدة حصلت آآ في نهاية الاسبوع. اتمنى يا رب تكون استفادتم من فيديو. جمعة مباركة عليكم والسلام عليكم. اشتركوا في القناة